اشتركوا في القناة وتطورات الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 تخطو مملكة البحرين بثقة وإقدام نحو مرحلة جديدة من مراحل الإنجاز والازدهار في تجربة البحرين الفريدة بما يعكس الإرادة الوطنية الحرة وعزم الشعب الوفي على المضي قدما في مشروع الخير والنماء الذي أرسى دعائمه سيدي جلالة الملك المفدى يده الله الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 تنبئ بمنافسة محتدمة منذ مراحلها الأولى فالإقبال الكبير على الترشح لعضوية مجلس النواب يعكس وعيا كبيرا لدى المواطنين ونجاحا للتجربة البحرينية وبلغة الأرقام وبعد الكشف عن قوائم المترشحين الأولية من قبل لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب والتي تخضع حاليا لمرحلة الطعون ما يعني أن هذه الأرقام قابلة للتغيير فقد شهدت محافظة المحرق قبول 59 مترشحا لانتخابات 2018 مقابل 60 مترشحا في الانتخابات الماضية محافظة العاصمة شهدت إقبالا كبيرا فاقت توقعات ب73 مترشحا مقابل 63 مترشحا في الانتخابات الماضية المحافظة الشمالية بدورها شهدت إقبالا كبيرا جدا بتسعين مترشحا في انتخابات 2018 مقابل 80 مترشحا في الانتخابات الماضية فيما لم تتغير الأرقام كثيرا في المحافظة الجنوبية ب62 مترشحا مقابل 63 مترشحا في الانتخابات الماضية ما يجعل الحصيلة الأولية 284 مترشحا لعضوية مجلس النواب في انتخابات 2018 بزيادة ملحوظة عن انتخابات 2014 التي بلغت 266 مترشحا كما كان من اللافت جدا المشاركة الواسعة من الأحزاب والجمعيات السياسية في هذه الانتخابات بشقيها النيابي والبلدي فضلا عن المترشحين المستقلين الذين كان لهم نصيب الأسد من إجمالي المترشحين كل هذه العوامل والأرقام تعكس نجاحا كبيرا لتجربة الديمقراطية البحرينية التي تتميز بخصوصيتها وتفردها وهويتها الوطنية الخالصة تفاصيل أوفة مع الزميل يحيى العمري شكرا للزميل عبد الرحمن المدفع بالفعل تبقى التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين تجربة فريدة ومميزة أضاءت علامات بارزة في التاريخ السياسي لمملكة البحرين ما يميزها الخصوصية السياسية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها مجتمعنا وهي أيضا تجربة تتماشى مع أعراف مجتمعنا وعاداته وتقاليده وضعتنا المواطن البحريني الركيزة الأساسية لنجاحها وتطورها منذ تولي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة أيده الله مقاليد الحكم في البلاد وإرسائه للبنات الأساسية للمشروع الإصلاحي الشامل للبلاد والمملكة تعيش أجواء ديمقراطية شعبية واسعة مستندة بذلك إلى مرتكزات العمل السياسي والنهضوي والتوافق الشعبي على ميثاق العمل الوطني وتحقيقا لتطلعات المواطن البحريني وأماله السياسية عملت المملكة على تفعيل مبادئ وأسس ميثاق العمل الوطني عبر إجراء إصلاحات سياسية شاملة تجسدت في جعل المواطن هو المصدر الأساسي لجميع السلطات وتحقيق المشاركة الشعبية وسيادة القانون والفصل بين السلطات مع تعاونها وما زادت تجربة الديمقراطية لمملكة البحرين تماسكا وصلابة خلال مسيرتها السياسية هو النهوض بقطاع حقوق الإنسان من خلال رفضه وتعزيزه بجملة من المبادرات والتشريعات القانونية الهامة والمفصلية ارتبطت البحرين من خلالها بجملة من المواثيق والمعاهدات الدولية والحقوقية الهامة والتي ضمنت من خلالها تمثيل كافة فئات الشعب في غرفتي المجلس الوطني وتعزيز دور المرأة البحرينية في المشاركة السياسية والحقوقية علاوة على قفزات استراتيجية وهامة حققتها المملكة في المجال الحقوقي وفق رؤية واضحة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة في خلق تحول سياسي وديمقراطي شامل ركيزته الإنسان البحريني فما كان يتطلع له المواطن البحريني لمستقبل مشرق تملأه الحرية والمساواة وركيزته العدالة والشورى وقاعدته المشاركة الشعبية لكافة فئات الشعب بات واقعا ينعم به كل مواطن يحفظه له دستور المملكة عبر الممارسة الديمقراطية والحضارية التي تضمن للبلاد تحقيق مزيد من التنمية الشاملة والرقي الحضاري على كافة الأصعدة للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي الكاتب والمحلل السياسي سيد زهرة من صحيفة أخبار الخليج أهلا بك سيد زهرة وحدثنا عن أهم مقومات نجاح التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين تجربة البحرين الديمقراطية كما نعلم هي أحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك هي جوهر هذا المشروع في الحقيقة وهي تجربة رائدة في المنطقة وفريدة لماذا؟ لأن توفرت في هذه التجربة كل المقومات الأساسية المتعارف عليها دوليا لأي عملية وأي تجربة ديمقراطية سليمة بتحديدا أربع مقومات كبرى التي تقوم عليها تجربة البحرين أول شيء هو التعدد بمعنى أنها أعطت لكل القوى وكل التيارات أيا كانت توجهتها أو انتماءتها الحق في أن يكون لها جمعيات سياسية أو قوى منظمات مجتمع مدني إلى آخره الأمر الثاني هو الحريات العامة التي أتحتها التجربة سواء في ذلك الحريات السياسية أو حريات الإعلام أو الحريات الشخصية حرية العقيدة حرية العبادة إلى آخره الناخب مطلوب منه أن يختار الأكثر والأكثر قدرة على خدمة البلد وعلى خدمة دائرته وبعيدا عن أي اعتبارات طائفية أو اعتبارات شخصية عندما يفعل الناخب هذا هو يقدم خدمة كبرى للبحرين هو يدفع هذه التجربة الديمقراطية خطوات إلى الأمام ولنتذكر أن جلالة الملك قال باستمرار أن هذه التجربة مفتوحة على كل آفاق التطوير حسب ما ترتقيه الإرادة الشعبية ونحن نريد الإرادة الشعبية في هذه الانتخابات إرادة وطنية تختار الأكثر والأكثر قدرة في هذه الانتخابات تب الصحفي والمحلل السياسية سيد زهرة شكرا جزيلا لك وكما ذكر السيد زهرة فإن مقومات نجاح التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين كثيرة ومتعددة يلخصها لنا الزميل عمار العماري زميلي عمار أهلا بك وإليك الكلمة شكرا زميلي عبد الرحمن بالفعل إنجازات لا حصر لها كانت نتاجا للمشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المفدة مشروع وطني جامع أسس لحياة سياسية ديمقراطية بات المواطن البحريني يتخذها نمطا لحياته اليومية تتعدد مجالات الإنجازات التي حققتها المسيرة الديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي فعلى صعيد المجتمع المدني تحققت العديد من الإنجازات عبر تأسيس الجمعيات والمنظمات المختلفة إضافة إلى النقابات العمالية والجمعيات المهنية وفي مجال المرأة تحققت إنجازات متواصلة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من عكس على معدل مشاركتها في التنمية الشاملة تحت مبدأ تكافؤ الفرص كما حقق المشروع الإصلاحي للمواطن البحريني حياة سياسية حافلة بالمشاركة وحقوق الإنسان لضمانات الحرية والعدالة وعلى الصعيد الاجتماعي حققت البحرين نجاحا في مجال الرعاية الاجتماعية ووفرت إطارا تشريعيا لقيام مظلة تأمينية موحدة لم تقفل أي فئة من رعايتها وعلى المستوى الاقتصادي ركزت سياسات المملكة على تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني وأكدت على انتهاج الحرية الاقتصادية والانفتاح على العالم وتترقب البحرين هذه الانتخابات المقبلة للتأكيد على استمرار البحرين قيادة وشعبا في طريق الإنجاز والتطور انتهت قبل أيام فترة تلقي طلبات الترشح ونحن الآن في مرحلة الفصل النهائي تمهيدا لاعتماد القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية نستعرض معكم المراحل والمحطات المقبلة في مسيرة انتخابات 2018 اشتركوا في القناة شكرا لك عمار ومع اقتراب الاستحقاق الجديد يستعد شعب البحرين لمواصلة الانجاز والبناء على ما تحقق من مكتسبات ما كانت لتتحقق لو لا التفاف الشعب بإيمانه المطلق حول المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدأ وهو ما اسس لمسيرة ديمقراطية حافلة بالمشاركات الوطنية والتي قوبلت بمشاعر الفخر والاعتزاز من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدأ يده الله الى اللقاء يحق لنا اليوم ان نعبر عن فخرنا واعتزازنا لما انجزه شعبنا العزيز وما بغنا عنه من روح وطنية عالية وتجلى ذلك في عملية الانتخابات النيابية والبلدية اظهر فيها شعبنا الوفي من الولاء والوفاء للوطن والدستور اشتركوا في القناة